ترتيب العراق ضمن مؤشر الشفافية الدولية يفتح الأبواب على قياس انتشار الفساد في مؤسسات الدولة الترتيب الذي كشف في قياس المنظمة لفترة عام ما بين 2021 و2022 بحسب خمسة معشرات تضعها لقياس مدركات الفساد ومع أن الحكومة الحالية تضع أولوية لمحاربة الفساد إلا أن ترتيب العراق عالميا ظل في مكان حيث احتل المرتبة 157 وهي ذات المرتبة التي احتلها في التقرير السابق لمنظمة الشفافية الدولية وهو ما أوعزته منظمات محلية ودولية إلى تغلغل ورقة النفوذ والدولة والمصالح الشخصية والحزبية الضيقة عوائق في وجه أي خطط لمواجهة آفة فساد أصبحت وأمست في العراق نهجا متوارثا منذ لحو 20 عاما وهي تحديات تواجه الحكومة الحالية تماما كما واجهت حكومات سابقة المؤشر الجديد كشف بحسب مختصين أن المنظمة أغلقت باب القياس بحسب مؤشر تصنيف القضاء المدني من الحرية المدنية ومؤشر السلام العالمي الذي لازال متأخرا جدا مؤشرات قياس الفساد حثت الحكومة على مراجعة مخرجاتها في مكافحته أما خطر الفساد على الدولة فالمنظمة كشفت عن مساهمة فاعلة للفساد في تغذية الصراعات في المنطقة وهو ما ينطبق على تحليل خبراء أمنيين بعلاقة الفساد الترضية مع الاستقرار الأمني المنظمة أوسط الحكومات التي تقع دولها ضمن مؤشرات فساد منتقدمة باستكمال مواءمة جميع التشريعات لتتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الثنائية ونشر البيانات بشأن الإنفاق العام وتوزيع الموارد في جميع القطاعات وبشكل مبسط لتسهيل عملية المشاركة والمسائلة الشعبية المستندة إلى المعلومات والأرقام الفعلية وتلك معضلة أهم في حسابات بغداد الرسمية فالموازنة المنتظرة لم تتبلور في مطبخ الحكومة بسبب مشكلات متراكمة أبرزها النفور السياسي وما يقول محللون إنه بسبب تكرار نظام المحاصصة الذي يقف في طريق العراق لإحراز تقدم في القضاء على آفة الفساد المتجذرة في مفاصل الدولة ترجمة نانسي قنقر